عمليات ملاحقة بقايا فلول داعش مستمرة من قبل القوات الامنية واسهمت في اعتقال العديد منهم من ضمنهم قيادات اضافة الى تدمير اوكارهم وفق عمليات استباقية تعتمد على المعلومة الاستخبارية الدقيقة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي يتطلع جميع العراقيين الى اوضاع امنة ومستقرة بعد الانتهاء من صفحة الارهاب التي ضربت البلاد بقوة خلال السنوات الماضية موقنين بضرورة الحفاظ على مكتسبات النصر الذي تحقق على عصابات داعش الاجرامية بسواعد ابناء البلد الغيارة ومواجهة جميع التحديات التي يمكن ان تهدد العراق بمرحلة ما بعد التحرير لا سيما ما يتعلق منها بالجانب الامنية من هنا تأتي الدعوة الى ضرورة القضاء على الجوب النائمة التي ما زالت تختبئ في البرار والكهوف النائية والادغال ولديمومة النصر على داعش لا بد ان تكون هناك معركة جديدة من نوع اخر وهي اعتماد الاساليب الحديثة في مواجهة هذه العصابات الاجرامية لذا فان قيادة عمليات سامراء المسؤولة عن قاطع سامراء وجنوب محافظة صلاح الدين ومن يتجحفل معها من قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي تضطلع بدور محوري واساسي في مطاردة تلك الفلول ومواجهتها بعمليات تحطم قدراتها وتدمر امكانياتها في التخفي والهرب من وجه العدالة لتقف امام مصيرها وقدرها المحتومة انتقاما لكل ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب العراقي ومؤخرا نفذت قيادة عمليات سامراء عملية نوعية بجهد استخباري استند الى تعاون وثيق من المواطنين في قضاء الدجيل ادت الى القاء القبض على الخلية الارهابية التي نفذت عملية النباع داخل حدود قيادة عمليات بغداد وادت ايضا الى تدمير ثلاث مظافات للارهابيين في يثريب والكوش جنوبي صلاح الدين كان الارهابيون يتخذونها منطلقا لتنفيذ جرائمهم وبذلك تعطي القوات الامنية في صلاح الدين رسائل للعالم انها قادرة على الوقوف بوجه اي تحدي امنية بعد استعادة كامل الاراضي وتحريرها وان تلاحم ابناء العراق في معركته ضد الارهاب اسهم بتحقيق هذا المنجز الكبير